و من اليوم اهنيتك من وجبة الغداء او الليل عشف هاد الصيف هاده بلا متبقى واقفه في الكوزينه كتجي رائع و الديده بزاف تبع معي الوصفه اول حاجه غدا نحتاج صلصة طماطم اللي غدا نحضرها في الدار وانتو ما تقدروا تشريوها جاهزة خديت المقايلة ديالي كندير فيها الزيت ربعا ديال الحبات ديال الماطشة اللي محكوكين في حكاكة رقيقة و معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم اي ماطشة لحك كنضيف شوية ديال الملحة شوية ديال البزار لخرقوم وايضا شوية ديال تحميره كنمزرج هاد المكونات هاده مزيان مع بعض ياتهم و كنحطهم فوق من النار كنخلي النار متوسطة و كنغطي المقايلة ديالي و كنخلي صلصة طماطم كطيب مزيان مزيان حتى كتولي تتقلف هاده كالزويته اللي درناها في الاول باشها كتجينا بنينة و ما تبقىش فيها الحموضة ديال ما تاشا كندوز من بعد كناخد الخوبز ديال الطوست اللي كنديرو هاكا فاللاطة غادي دخل الفران و غادي ندهنو بواحد هنا خفيفة ديال الزبدة تقدرو تستعملو الزبدة كيفما تقدرو يعني تستعملو الزيت يعني اللي كان متوفر عندكم غير واحد هنا خفيفة كيفما كتلاحظو معايا صافي الفران كيكون كيسخن على 180 درجة النار من الأعلى و من الأسفل دفعة واحدة بالنسبة لبنات اللي غادي يطيبوه يعني في فرن غازي فيشعلو غير من الأسفل النار تكون مهيلة حتى كيتحمر من التحت عاد من بعد كتهبطوه باش كيتحمر و كيتقرمش أيضا من الفوق صافي هنا يا الخبز ديال الطوست ديالي كان دير فوق منو ديك سلصة طماطم اللي كتكون طابت و جداد كتخليوه كتتقلة غير واحد شيفة ديك الزبدة ديالة صافي و من بعد كتخدمو بها و كيف كتليكم هاد سلصة طماطم اللي جهازناها تقدرو تشيروها جاهزة و تخدمو بها كرفضل ديالتار كجيبنينا كتر كنضيف واحدة رشيشة ديال الجبن بعد شكل هذا و من بعد غادي نضيف الطون تقدرو تديرو الطون تقدرو تديرو الكفتة طريفة ديالتجاج اللي مش حرين يعني اللي كان متوفر عندكم الحشوة كتبقاء اختيارية كنضيف ايضا واحدة رشيشة ديال الفلفلة اللي مقطع الفلفلة خضرة ما مشوية ما تشي حاجة هاكا نادا تمازيج ما بين الفلفلة احمراء و فلفلة خضرة باش كيعطونا دو كل وينات في الطبق ديالنا و ضفت ايضا رشيشة ديال الدورة و رشيشة ديال زيتون خضر وايضا غدا نضيف زيتون اسود صفي في هاد المرحلة غدي نعود واحدة الكيميات ديال الجبن اللي كان ديرو من الفوق اللي كان ستتعمل الجبن الخاص بالبيتزا باش كي يدوب و كي يجيزوين و انتم ما كتستعملوا اللي كان متوفر عندكم كان عود ندخلهم الفران على 180 درجة نار مل اعلى و من الاسفل تقريبا كياخدوا واحد ربوع ساعة غير كي يدوب و كيبدأ كيتحمر هاداك الجبن صفي و كان خرجهم الفران تقريبا جميع المكونات ديالنا كتكون طايبة هاداك الخوبز ديال توست كي يجي مقرمش يعني بنين بنين بزاف وجبة صيفية بامتياز تقدرو يعني يديوها معكم الخارجات الصيفية ديالكم تنتمنى فعلا أنكم تجربوها بصحة و راحة و إلى اللقاء في فيديو قاعدة من شاء الله